مباراة بطولية كبيرة قدمها لعبو منتخب مصر في مواجهتهم أمام المنتخب المغربي أعادوا بها للأذهان انتصارات الجيل التاريخي للكرة المصرية الذي نجح في حصد كأس الأمم الإفريقية ثلاثة نسخ متتالية وصار مجرد ذكر اسمه يبث الرعب في نفوس الخصوم وعلى الرغم من تقدم المغرب في بداية المباراة عن طريق ركلة جزاء سجلها سوفيان بوفال والقرارات العكسية التي احتسبها الحكم السنغالي إلا أن نجوم الفراعنة نجحوا في العودة إلى المباراة وسيطروا تماماً على مجريات اللعب وكانوا الأفضل طوال مدة المباراة التي تخطط حاجز الساعتين ليتمكنوا عن طريق خبرات ومهارات محمد صلاح من إدراك هدف التعادل قبل أن يعود ثالث أفضل لاعب في العالم ويصنع الهدف الثاني للفراعنة بعدما وضعت ريزيجي وجهاً لوجه أمام مرمى المنتخب المغربي الخالي من حارسه ياسيم بونو مباراة اليوم أثبتت أن منتخب مصر يمتلك مجموعة مقاتلة من اللاعبين يقودهم البرتغالي كارلوس كيروش الذي نجح في العبور بالفراعنة إلى المربع الذهبي للمرة الأولى منذ بطولة 2017 وذلك على الرغم من المطباط الصعبة التي واجهت الفراعنة خلال اللقاء أبرزها إصابة المدافع صاحب الخبرات أحمد حجازي بالإضافة إلى خروج محمد أبو جبل حارس المنتخب مصاباً ليحل الحارس الشاب محمد صبحي بديلاً له ويذود عن مرمى ببسالة وشجاعة تحسب له مباراة أكثر من رائعة على المستوى الفني والتيكتيكي قدمها نجوم مصر ليطيح بالمنتخب المغربي أحد أبرز المرشحين بالبطولة ضاربين بذلك موعداً نارياً مع الكاميرون أصحاب الأرض والتنظيم في لقاء يحمل العديد من الذكريات بين الفراعنة ومنتخب الأسود الغير مروضة فلمن ستكون الغلبة؟